تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي سبورت وحلقة شبه الإسبوعية مع الكرة الإنجليزية بتيجيكم مني أنا محمد عوال بدي أحكي في البداية أنه هذه الحلقة الإسبوعية ما بقدر أحكي فيها عن كل شيء بصير في الإسبوع لسبب بسيط كثير لو حكيت عن كل شيء بصير بخاصة الدور الإنجليزي لأنه دوري غني بصير بدي نص ساعة وأربعين دقيقة فأسبوع لأسبوع بحيث ما أكرر يعني طبيعي جداً الأسبوع الماضي ما أحكي عن تشيلسي أحكي عن هذا الأسبوع طبيعي جداً ما أحكيش الأسبوع حداً عن لي بربول لأني حكيت مرتين ثلاثة عنه أحكي عنه الأسبوع الجاي قال لي بربول فاز رغم الغيابات بأداء ممتاز بس مش دائماً كل أسبوع بدي أقود عيد نفس الكلام هذا ببساطة ودائماً نحاول نوزع القضايا من بين مباريات وقضايا أصبحت ظواهر في الكرة الإنجليزية فبهاي الحلقة هنحكي عن ثلاث شغلات أولاً اتشيلسي المميز مع لامبرد ثانياً فوز توتنهم المهم جداً على منشستر سيتي ورسالة مورينيو لجوارديولا وثالثاً ظاهرة ليشمان يونايتد بيحصل على كل هاي ركلات الجزاء نبدأ بالقضية الأولى اتشيلسي وعنوان ما فاده اتشيلسي بخير لما تشوف الفريق كتعم بيدور الكرة باستمرار الكرة عم تتحرك معها بسهولة من لاعب لعلاعب خيارات تمرير واضحة جداً شكل الفريق هجومياً مفهوم منظم للغاية بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة ومصادر صناعة الفرس وأفكارها متعددة جداً من الأظهر لا لعبة الوسط لا تحركات المهاجمين يعني في 6-7 أفكار ممكن ندخر الكرة الصندوق وهذه رسالة واضحة أن تشيلسي حيقدر يخلق فرس طوال الموسم وهذا كلام قلته ربما بالحلقة الأولى أو الثانية أيام كيبة أنه الحارس الجيد حيفرق حتى بالهجوم مش عشان بلعب برجله لأنه منتكلمش عن جوارديولا الحارس الجيد بيعطي ثقة للجميع أنه لما أتعب وألعب مش هيجي واحد وراي ينكبني ويضيع كل اللي عملته فتأثير مندي جزء أساسي من كل هالتأثر في هذا الفريق الإيجابي بالإضافة لشغل لامبرد لتأثير حكيم زياش اللي من وصوله ارتبطة اخطوط لا وحده لأنه هو رجل فنان في هذه المهمة وواصل فيرنر إعجابي أنا شخصيا على أقل بقدرته على دائما يروح على المساحة ودائما يستنى الكرة في منطقة قاتلة بس أعتقد محتاجه شوي يتشجع أكثر يروح على المرمى يسدد يسدد آه حلو يمرر يظل يمرر بس بعض الأحيان الكرة أسهل يسدد ولازم هو كمهاجم يسدد ويروح على المرمى ويسدد خليه يضيع فرصة فرستين ثلاثة لأنه فيه فرق خليه نحكي شوي في مستوى الحراس ما بين إنجلترا وألمانيا الآن فبدو شوي يتعود لكن لازم يسدد ولازم يتجرأ فيرنر لازم يسجل عدد أهكوه وهداف كبير لأنه لما يصير عندهم هذا النجم الهجومي الثقة في المجموعة حتزيد أيضا بس ضل اختبار واحد بدي أشوفه لتشيلسي لما يتوتر ولما يتوتر معناها يلعب مباراة مع فريق كبير ويتقدم عليه الفريق الكبير يخسر مباراة ربما مبارتين وربعض بتصير في كورة القدم هل بقدر يرجع هذا الفريق بهذا التنظيم بهذا الهدوء بهذا التركيز هنا الاختبار إلى فرانك رامبال ننتقل للرسالة المهمة جدا اللي أرسلها توتنهم للعالم كله بعد فوزه على مانشستر سيتي توتنهم اللي انتصر هيونغ بنسن بسجل هدف من جملة تقريبا توتنهم بحاول يعملها في كل مباراة وفي دخلات لارجاليون شفناها أكثر من مرة تقريبا عملها في كل مباراة رسالة واضحة العمل الهجومي جماعي العمل الهجومي في أفكار مدرب ملموسة بما أن الأفكار معظمها عم نشوفها من مباراة لمباراة عم تنجح أيضا بس مش هنا الرسالة المهمة اللي بديها لما شفنا مورينيو بدافع بطريقة التقليدية بيرجع للخلف باستنى مان سيتي ولعبته كلهم بتركيز ممتاز جدا في الواحد لواحد حتى لما يغلطوا أثناء الصعود وضغط عالي من مان سيتي ارتدادهم الدفاعي كان مميز جدا أنه لا مش حنرتبك وفي الهجوم كانوا برتدوا في هجوم بشكل ممتاز جدا ولما نشوف دور هاريكين اللي صار مسعود أزيل حاليا في الحال الهجومي ولما يقرب على الصندوق برجع هاريكين اللي بنعرفه إجبار مان سيتي على كرات محبطة مر الكرات عرضية على محاولات سقوط على أي شيء وعالفاضي هي رسالة واضحة أنه مورينيو بتحكم بهذا الفريق أنه هذا فريق مورينيو الآن مورينيو قدر يصنع مرة ثانية فريقه اللي ما قدر يصنعه في مان يونايتد نتيجة التداخلات كثيرة وهذه هي أهم رسالة لما مورينيو يتحكم بفريق مورينيو بيجيب ألقاب باختصار مش مهم دوري ممكن كأس ممكن شيء بس هل هذه الرسالة أنا في ممتصح خلونا نشوف نهاية الموسم نروح بنفس المباراة على جوارديولا وسمعت كلام بصراحة من محللين ومن أشخاص ومن ناس كانوا الموسم الماضي يقولوا مورينيو نوكيا وغوارديولا آيفون وفجأة قلبوا مع بعض فصار مورينيو الآيفون اليوم وغوارديولا المش أفديتد وهو النوكيا وسبحان مغير الأحوال لكن لا هذا نوكيا ولا هذا منتهي ولا هذا آيفون والثنين مدربين عظماء بس النقطة اللي أنا أعتقد عم بتصير مع غوارديولا عمركم اللي بيشتغلوا ممكن بيحسوها أكثر إجاء لك مدير بيدق معك على كل تفصيلي بل صغيرة ساعة ثمانية وخمسة وينك بسلم من هذا وين هذا وين هذا بيزهجك ما بتدير تحمل معه حتى لو كان أحسن مدير في العالم ما بتدير تحمل معه أربع خمس سنين فأنا أعتقد المضي زيادة عن اللزوم مع غوارديولا بيخلق ملل عند اللاعبين طبيعي جدا ومسألة جديد عقدي غوارديولا ترى إدارة سيتي فهمي غوارديولا وعقليته غوارديولا ما هيكمل لو ملوش نفس فحيجي يقولهم أنا بدي أطلع فهمينه مش حيجي يقول تردوني وعطوني باقي أربع سنين ما هيعمل هذه الحركة فغوارديولا حيجي يقولهم أنا شكرا بدي أطلع هذا بالنسبة لغوارديولا فبالنسبة حكيناها هذا غوارديولا تجديده مجرد رسالة أني حكمل الموسم مش حكمل المسيرة كلها واضح هذا الكلام أعتقد للجميع والآن هل غوارديولا بيقدر يرجع بهذا الفريق هل بيقدر يرجع ذهنيته لأنه مش هيأول مباراة سيئة كثير مباريات عم بيعيش نفس النتل هل بيقدر يرجع حالتهم البدنية حالتهم الإبداعية ولا لا إذا ما قدر لنهاية الموسم هيرحل بس أكيد غوارديولا هيكمل الموسم على الأقل والمسألة زي ما حكيت لما تكون شخص زي غوارديولا بيهتم بكل تفصيلي مع اللعبين وبتحكم فيه كأنهم روبوتس وعلى قولة توماس مولر والله يا غوارديولا الكرة أبسط من هيك أعتقد صعب جدا اللعبين يقدروا يعطوا دائما أفضل ما عندهم معاه لفترات طويلة فهل غوارديولا حيفهم ذلك ويقدر يعدل أموره خلونا نشوف مانشيسر يونايتد والحصور على ركلات جزاء كثيرة لازم أوضح إنه مش هو بس اللي هيك في بي إيطاليا مثلا ظاهرة لاتسيو الموسم الماضي اللي كانت تقريبا في كل مباراة فيه ركلات جزاء وكان الأكثر في أوروبا حسب إحصائيات CIES في معهد يعني إحصائيات فوتبول وكان الأكثر في الدوريات الخمسة الكبرى يعني لاتسيو اللي أعتقد لمدة موسمين وربعات كان هو الأكثر عصور على ركلات جزاء ففي فرق عند هذه الظاهرة بتمر عليها كل فترة بيجي فريق بغض أكثر ركلات جزاء ثم بتخدفي لكن لأنه مان يونايتد شفنا نظريات مؤامرة انتشرت في أوساط الإعلام وبدأ البعض يقول بيحاولوا يساعده مان يونايتد ظل بالواجهة بس هذا الشيء لو تكلمنا بإنجلترا طب أوروبا ليش عم بتحاول تساعده هو بيحصل على ركلات جزاء أوروبية كثيرة حصل في الدور الأوروبي السنة الماضية على أكثر حدد ركلات جزاء والسنة هذه أيضا شفنا أمام باريس بيجي له ركلات جزاء وأخرج باريس برمونتادا في الماضي بركلات جزاء وكما قال برونو فرناندز وكما لازم نعرف كلنا أنه ركلات جزاء جزء من اللعبة مش عيب يعني أني أخذ ركلة جزاء ما بستحيش وبغطيش عيوني أوه ركلة جزاء حستحي لا ركلة جزاء جزء من اللعبة اللي مش جزء من اللعبة ركلة جزاء غير صحيحة ولكن لما نروح نشوف ركلات جزاء من يونايتد معظمها تقريبا إلا أوضح ركلة جزاء اللي كانت أرام أستون فيلا السنة الماضية ربما ركلة ركلتين اللي فيهم نقاش لكن الباقي معظمه صحيح فشو اللي بخلي من يونايتد اللي يكون صاحب الرقم القياسي بعدد ركلات جزاء في موسم واحد الموسم الماضي بأربعتاشر ركلة ولي بخري برونو فرناندز خيار جيد لكثير ناس بالفانتسي عشان يسجل من ركلات جزاء شو الفكرة خصوصا اللي هو مش من سيتي يعني مش فريق استحواذي بحطك في الثرث الأخير وبظلوا يلعب الكرة في منطقة جزاءك فهو فريق أكثر لهجمات مرتدة وربما يكون هذا السابق الأول من يونايتد فريق فعليا لو تيجي تشوف محاولاته في المراوغات وكذا خلال المباراة يعني بالثرث الأول والثاني تقريبا معدوما لكنه فريق مرتد بسرعة رهيبة جدا باستخدام مارسيال راشفورد لعبين سريعين جدا وحتى لما كان يلعب جيمس وهذا والفريق سريع في الارتداد ولما تكون مرتد الخصم بيكون مش ماخد شكله الطبيعي دفاعيا ولما يكون عندك لعب مهاري طبيعي جدا الخصم يحاول يدخل دخلة غريبة فهي يرتكب فولات عشان هيك حصائيات الموسم الماضي كانت تشير أنه معني يونايتد الثاني أفضل فريق بالحصول على الأخطاء في الثلث الأخير فهذا جزء أساسي من حصوله مع ركلات جزاء لكن في شيء ثاني لو تروح تشوف ركلات جزاء خاصة اللي بيحصل عليها راشفورد سنة الماضي والسنة هادي في هالشيء بعملهوش لعيبة ليفربول بعملهوش لعيبة سيتي معنى بيمسكوا كرة أكثر بيضغطوا أكثر يعني مش هتشوف رياض محرز يكون قدامه تلك لعيب من الخصم ويهجم على اللعب أتاك بلاير ما بيعملش هذا الشيء بيمره لأنه فريق مؤمن بالتمرين ليفربول بيفكر أكثر يطلع له أرنولد يطلع له روبرتسون ويلعب العرضية صلاح ويجي أرنولد يلعب العرضية ويمكن يجيب جول أكثر ويمكن يجيب أهداف أكثر بس في يونايتد ربما نتيجة ضعف الأظهرة أو نتيجة فردية الهجوم حنشوف كثير لقطات راشفورد دخل عتلك لعيبة ولا وقع وأخذ ركل الجزاء اللقطة اللي عملها مع تشيلسي اللقطة اللي أي مباراة بتحسهم بيدخلوا بواحد لواحد ما تفركش معهم داخل منطقة الجزاء ما بمرروا كثير داخل منطقة الجزاء بيركضوا داخل منطقة الجزاء بيندفعوا على منطقة الجزاء فالطبيعة الفردية اللي عم بتصير في أجنحة هذا الفريق وقلة عرضياته لأنه أظهرته ما بتطلعوا حتى لما يطلعوا بيرجعوا لنفس الشي لراشفولد أو مارسيال فهذه الاندفاعات بهذه السرعة بهذا النوع المش جماعي صراحة عم يربك الخصن فعم يسبب براكلات الجزاء وأعتقد سبب ثالث إنه سلشاير حب اللعبة لأنه مثلا إحصائيات الموسم الماضية بتتذكروا طلعت إحصائيات الـ وكم هدف سجل يونايتد كان من الفرق الأفضل ربما من أفضل فرق بأوروبا مسجل أهداف أكثر من المتوقع يعني هو سجل أهداف أكثر مما فعليا كان لازم يسجل أو أخذ نقاط أكثر مما بيستحق على جولة البعض لكن أعتقد سلشاير حب هاي اللعبة شافها سهلة فصار لما يلعب يحاول دائما يخلق هذه المواقف يخلق مواقف كثير فيها واحد لواحد على الأطراف الأمر ما يكون إنه عدي لا عدي وده لمسك أوجع أخذ بلانتي طبيعي لكرت القدم لمسك بلانتي شو عملت الآن يبدو أنه فيه نوع من المنهجة زي ما لازيو عنده هذه المنهجة كانت موجودة يعني سن الماضي واللي قبلها كلاسيو مزعد جدا بعدد ركلات جزاء اللي بيحصل عليها لخصومه فنفس الشيء أعتقد هذا الشيء موجود إضافة حتى يعني مشوف لمسات الإيد اللي بتصير معظم عرضيات يعني زي تاعة ماتة الأخيرة يعني مسافة متر بينه وبين اللاعب يعني بتحسها برونو مرة عملها تحس أيضا هذا الشيء مدروس مش شيء صدفة بصراحة فحقهم بما إنها كرة قدم بما إنها قوانين ففي جزء جاء لوحده نتيجة طبيعة لعبين نتيجة أسلوب لعب قائمة على مرتدات هذا الجاء وعنده قد فيه شيء شوي شد عليه السولشاير إنه شافه أسهل منه أخلق ثلاث فرص أجيب جول بأخذ ركل الجزاء بجيب جول يعني فيعني حصائيا وحسابيا واستثماريا بأنه نادي استثماري فالفكرة تبدو منطقية فهذا هو سبب أنا بالنسبة لي ليش من يونايتد بيحصل على ركلها الجزاء كثيرا بنوصل هون لنهاية هاي الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد من قناة سيرفيسبورتي اللي بطلب منكم تشتركوا فيها حالا والسلام عليكم ورحمة الله